اهلا اهلا وحشتوني دنيا ربيع والجو بذيع النهاردة حلقتنا عن شام النصيم احنا مش هنقدر نجيلكم يوم الاتنين اللي جاي فقررنا ان يوم الجمع نحتفل معاكم بشام النصيم الناس بره يعني بيشموا الورد بيحتفلوا بالحاجات اللطيفة يعني كبرهم يلونوا بيد اما هنا احنا بقى مختلفين تماما احنا لازم يكون عندنا فسيخ وبصل ورنجة وملوحة وكلام كده يعني صراحة يقطع القلب ناس كتير قوي بتحب تحب تاكل فسيخ ورنجة وبصل وانا بصراحة ما بصدقش يعني ايه انا بحتفل بشام النصيم او بالربيع وبيتي ريحت وكله رنجة وفسيخ وبصل يعني ايه جوزي بدل ما يدخل علي ببوكي ورد لا يدخل علي باثنين كيلو في سيخ وجاي كده ريحته ايه بفحفاحة في الدنيا كلها يعني ليه 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 حد بس يفاهمنا وجهة النظر اه عادة من القدماء المصريين وقعدوا يدرسوا ويقولوا ويقولوا تمام زي الفل احنا بنتطور فالاكلة ملاهاش وجود قوي في حياتنا ليه يا جماعة ليه يعني مش قادرة مش قادرة تخيل ان انا حاكل سمك ريحته وحشة كده ليه مش قادرة اقولكم انا قاعدة مش مصدقة نفسي مش مصدقة كمان بنات كتير قوي يعني نفس الحاجة ما بتحبش الفسيخ بتكرهه وبنقض على اليوم ده هتلاقوا بقى في سيخ لقا هاشتاج لقا في سيخ لقا فتعالوا نشوف رأي الناس في الشارع والبنات اللي زي اللي بيكرهوا الفسيخ حتى انا هعمل حاملة اسمها لا لأكل الفسيخ والبصل في شام النسيين يلا نطلع للتقريد ونرجع تاينه بتحبيت اكل الفسيخ ولا لا 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 ما بقولش في فسيخ لا ريحته طبعا احلى ريحته حشب لا ريحته مش عقباني اكيد لا اكيد يعني بقى الفسيخ لا احبش غير الرينجة بس فسيختها عليه ريحة صعبة جدا يعني او هما بيكروا في البيت تقريبا ما صبروهم البيت وامش هو اناكلته مرة وما عجبنيش لا بحس انه هو يعني بايز كده اسمك بايز بصراحه منزحش حد انه ياكله يعني كفاين هو قصم بيجيب تسامهم لكم مليون اصلا متى الحابة دقول لا مش حلوة يعني مش تعمه حلوة قوي لدرجة انه هو يتعمل له بقى الليلة دي كلها ومسي مقتنع عنه ميت وريحته ما بتشجعش لا ما جربتوسه وبحب يساكله كمان يعني لا ما حاولتش يعني هو بابا بياكله بس ماما لازم الرأيها يمشي فمو بتقلوش بقى وانا بكس بص من اهلي نفسه لا كنت بحب باكله يعني وبايت باكله بحب يتاكله وبايت يتاكله لا وبايت ما باكلوش الطعو الطعو بقى الفسيخ اه بالشكة والسكينة وكلو للصبح يعني الله مش بصدق حقيقي مش ممكن حقيقي العمل الفسيخ ده عالمي حقيقي اللي اخترعوا مين صاحب الفكرة الجبارة يقولك قال ريحت وحشة قال اللي ايه مين الال كده مم محصمات ام بقى وباصل حاجة مش ممكن انا عنديش عندي مانع انا بقول اي كلام دي عمال الفسيخ دي عمال الفسيخ بقى تنسوا الكلام تنسوا اي حاجة ولا بقى تقوليلي بريستيج ولا مش عارفة ايه ولا تصوير وما تقوليش ابتدي صوري الحلقة مش هبتدي الا ما اكل اكل واشبع عادي جدا وكده ابتدي او اسبازنا المخرج العظيم مالو طعمه زي الحل حلو قوي عندنا مشكلة ان قدينا بيبقى ريحتها فسيخ نكس جوانتي عادي يعني رخيص قوي وش عارفة بقدي ايه يعني صور خيص جدا جيبي علبة كده ادي كل الناس اللي حواليكي بعد كده لبان في سبري كده معطر لطيف قوي شغالي بخور في البيت اليوم ده افتحي الشفطات افتحي الشباك عادي جدا بس تقولي فسيخ تقولي فسيخ وعملي اللي انتي عاوزها بلاش بقى الفيك قوي يعني حاببتي بتجلي فسيخ لا 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 خالص وانتي بتضربي طبق وطبقين وثلاثة ماش اي احراج على فكرة خالص ايش حياتكم بالطريقة اللي تعجبكم واحتفلوا بالطريقة اللي تعجبكم وكل بلد ليها اكلة معينة احنا لما بنقول لحمة نية وازاي بيأكلوا في فرنسا لحمة نية والاجينة ومشارفة ايه هم بيأكلوا ومستمتعين فكل واحد عنده تقوط في حياته لو ما بتحبوهش فعلا عادي بس انا بتكلم على الناس اللي هي بتحبوه وبسرعة تقول لا 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 ما عادرش اقول للناس ان انا باكلوا عادي يعني ما فياش اي مشكلة النهاردة حلقتنا هنقول لكم ازاي تستمتعوا بيوم شام النسين بالطريقة اللي تعجبكم وحنافتكم في حاجات كتير قوي هنعمل فسيخ بطرق مختلفة وكمان حيكون معانا تصميمات وفساتين جديدة وكمان دكتور امل حتعلننا ازاي اليوم ده نطلع الطاقة السلبية وتبقى نفسيتنا كويسة تعالوا وقا نبتدي شوف البنات اللي زاي بتحب الفسيخ ونرجع نبتدي الحلقة فسيخ 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 بتحب الفسيخ والتكليه ولا لا او طبعا او بحبك او بحبك معادي جدا او عادي ولا انا كنتش بحبه بس من سنة كي بدأت اكله ايه ادو طعمه حاله والله او بحبه جدا وملوحة بقى او الدنيا تبقى بايسة لا انا بحبه جدا صراحة بحبه قوي بجد اكيد طبعا ده اكلة رسمية كمان في شم الفسيخ واسمه غدا وناوية ان شاء الله انه اجيب معايا في الكلية انا بحبه انا بحب باكله او ساعات باكله حاف حتى من غير ايش تكسفي تقولي اصحابك انك بتكليه ولا عيد لا طبعا بقولهم باكل معا باصل لا مفيش مشكلة ليه هتكسف من ايه لا لا بقوله باصل ووطاطس محمارة بقى والحاجات اللي حلوة دي لا ما بكسفش بقولهم مافيش مشكلة هوا ورنجة كمان باشيب فسيخ بس يعني عادي بقولهم عادي وباكل قدامهم كمان وممكن اجيبوا في سنده وتشات عادي موسيقى موسيقى ورجعنا لكم تاني عشان نبتدي اول فاكرة في حلقتنا ونتكلم فيها على الطاقة الايجابية وازاي يجي الربيع ونبقى مبسوطين والطاقة السلبية اللي كمان جوانا نشيلها واحساس الوجع كمان هنتخلص منه ازاي هتكون معايا دفتي العزيزة دكتور امل محسن الاستشاري النفسي ازاي حضرتك ازاي حضرتك ازاي حضرتك ازاي موسيقى 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 بتاع الدماغي اللي هي بتفكر 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 فناخد قرار بجد ان احنا هناخد اجهزة كمان قالبا الناس كلها بتسافر اماكن يا فيها بحر يا فيها جنينة يا فيها كده فكل الناس تحاول تستمتع بالطبيعة والتأمل والمديتيشن المديتيشن ده يا جماعة عالم تاني خالص واكتر الناس ابداعا في العالم على كل المستويات سواء مصممين الازياء سواء مصممين الحلي المجوهرات سواء فنانين مبدعين يعني على مستوى العالم كتاب ولك المبدعين بشكل عام عشان منساش يعني فئة منهم اغلبهم هتلاقيهم بيعملوا انواع من انواع المديتيشن المديتيشن ده بيعمل صفاء زهني وبيعمل حاجة اسمها قوة دلوقتي وبيعمل الهوش طب الهوش ده هوش نعملوا ازدائي بقى للعقل الواعي والمش واعي عجبتني هوش دي انا عزين تقول هوش طيب المديتيشن اول تأمل طب انا هتديكم حاجة في الاول طب ما تقولنا الاول حاجة سهلة قوي قوي ويلا جربي معي يا دودي انا بحب بقى الفقرات دي انا عم ذلك النهاردة مفاجأة يعني هدية كده بمناسبة عيد الربيع بس يا حبيبتي كل الناس عندها انتي عارفة انا مش هتكلم قوي عن الفص اليمين والفص الشمال بتوع المخ وفيه فص مسؤول عن الابداع والخيال والعطفة وفص مسؤول عن الحاجات المادية والحسابية مش موضوعي يعني بس موضوعي عشان يعني نخش على المهمة على طول انه اي حد فينا عنده صراعات داخلية ومواضيع كتير عكسة بعدها اروح ما اروحش قعد ما عودش انا انا اول واحدة والابراك بقى اللي هي العقرب والميزان والجوزاء والناس اللي عندها على طول سراعات في المخة في المخة فانه هتديهم نهاردة تكنيك في منتهى البساطة طب يا صحيح وظيفة التكنيك ده اي يا ولاد؟ هنقول كذا حاجة اولا بيعمل تصالح ما بين الفص اليمين والفص الشمال بتاع المخ معنى كده انه خناقة ما بينهم يعني؟ مش خناقة السراع بيعمل دوشة في بوسي انا بستعمل تعبيرات توصل لكل الناس اي وصلت البيت اللي قاعدة بتشوفنا دواتي؟ عشان كل الناس اللي بتشوفنا واللي قاعدين في البيت واللي بيشتغل واللي ما بيشتغلش واللي بيشوف الاعادة الساعة 2-3 الصبح وكل الفئات فانا بحاول اقول لغة كل ناس تفهمها طب يا كلنا عندنا خناقات في مخينا وعندنا سراعات وعندنا افكار بتزن عارفة اللي هو فيه كده دايما فيه اسود لا ده انا لست هقول لك على ذن ده بس شوية هيسأل على اسئلت الزن فانا عشان بقول ان التكليده بينفع لكل الحالات دي اوكي نحن نتكلم على الواجهة هو بيشتغل عشان وسط التكنيين في وقت كثيرة جدا خطوة نمر واحدة هنعمل ايه اولاد هنوعد لوحدنا في قوضة هادية في التراس في البالكونة في الحديقة قدام البحر بس مهم نكون لوحدنا في سكون لتريفون هيرين والحاجة هتزعيجنا ونحدد ايه بالزبط اللي احنا عايزين نهدى من نحيته او نسكته او نتصالح معاه ونبتدي اول خطوة احنا جاهزين او انت او حتيه رجل على رجل لازم تبقى حتى رجل على رجل لازم ايه اول خطوة اول خطوة نحط رجل على رجل تمام تاني خطوة يلا دوزي معاها بدي اديكي القدام اعملي اديكي كده قابليهم هنا شبكيهم كده لفيها الجوه خدي نفس عميك وغمضي عنيك كده تمام ركزي بقى في اي حاجة مضياكي وبعدين 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 هنيم الحلقة لازم تكمل كده مش هنعمل الحلقة كده هنيم بس اي حد هيعمل كده احنا دي عكسنا اعملنا زي تصالح ما بين الفاصل اليمين والشمال لان انا حتيت رجلي على رجل وعملت ادية كده ولفتها كده ولاحظت نفسي بس مع الفكرة اراهينكم محدش هيلاقي فكرة بعد قد ايه بقى هتروح يعني قاعد نص ساعة ساعة اولا قوي ما بتعملي كتحسي نفسك بيعمل حاجة صح؟ طيب بس على دلوقتي انا عندي فكرة انه ولادي ما بيذكروش وبنرفي ذني وطول النهار بتخانق معي وحنا خلاص دخلينا على الامتحانات متعصطابة من الفكرة دي خلاص في ذن ان انا هتير الشبشب على العيال انا عارفة الفقرة دي في كل البيوت دي فقرة انا بحاربها بكل ما املك من قوة فقرة الشبشب فقرة الشبشب اللي بيطير فنركز بقى في الزن اللي هو قوم يبقى زعيه لعياله بتاع ونعمل كده ونقعد نلاحظ ان جوزي بيخني الفكرة هتغول؟ لمدة خمس دقايق ولا فيه فكرة وفيه واقع يعني لا واقع ايه؟ يعني مثلا دلوقتي لو انا الفكرة دي ان فعلا جوزي بيخني فيه فرق ان انا شك ان جوزي فيه فرق كبير جدا ما بين الهوس والزعر اللي عند كل البنات والستات انه الراجل خين او ممكن يخني وفيه فرق ان واحدة عارفة حقيقة مثبتة شافتها بعنيها ان جوزها بيخنها او حسيها فده موضوع وده موضوع فاللي عنده زن في دماغه وشكوك في دماغه وعايز اعصابه تهدى يعمل التكنيك ده لان التكنيك ده فيه كزا حاجة فيه ان احنا يعني مخينا فعلا بيهدى والنفس بيتغير وانا بقعد كده حوالي خمس دقايق بفكر في الفكرة الاحظها بس انها هتبتجي كده تقل حدتها ولو مقلتش اركز مع حاجة واحدة وانا عاملة كده الشهيك والزفير بس يعني هفضل عاملة كده ومغمضة عيني ومركزك في شهيك والزفير بس سكوت لمدة خمس دقايق الناس ما بتسكتش وما بتسمعش دي مشكلتنا مشكلتنا ان احنا مش بندي نفسنا وقت لأي حاجة فاحنا كله اصوات بتدور في دماغنا 24 ساعة تقريبا حتى واحنا نايمين يعني بالنام والاصوات الجوانة كلها سلبية طيب انا خلينا نرجع تاني لنقطة الواجع اللي احنا كنا عاوزين نتكلم عنها فادي اول تكنيك النهار ريزة احنا بنتواجع طول الوقت نتواجع من كلام الناس من نظرتنا احنا لنفسنا ان انا ما قدرت شنجز الحاجة اللي انا كنت نفسي حقق في حياتي فانا طول الوقت الفكرة دي واجعاني من جوايا مش قادر اوصل للوزن المثالي مش قادر اخلي بيتي بالشكل المثالي علاقتي مع جوزي احترام وليا احترام اهلي لي فطول الوقت انا جوايا واجع من خلال حاجات كثيرة حصلتلي في حياتي مدايقيني ومنرفزيني ااة اعتقد ان كل الناس اللي بيشوفونا كل واحد عنده فكرة وجعية طبعا او عنده هاجة من جوا مناقحة علي في ناس كمان اللي معندهم شو ضمير في شغلهم محس انهم كمان اكيد عندهم واجع يعني واجع الضمير دي بتبقى برضو وستي انا علشان اقولكو على حل للكلمة دي للواجع ده معناه ان انا حبقى بحكة على كل الناس اوكي اوكي دي بش حاجة اسمها اكيد الواجع هو اسمه العلمي مشاعر سلبية مخزونة اوكي انا درسة حوالي يمكننا خمسين طريقة مبلغة يعني لحاجة اسمها تقنيات تحرير المشاعر السلبية مين اكتر كلينت بالنسبة لي يا دعاء مهم او هو ده كلينت بتاعي كل انسان قرر قرر وتحت يقرر دي تريليون خط انه يحرر مشاعره لان ده قرار فيه فيه ناس بتستمتع بالواجع وبيتحول لجزء من شخصيتها جزء من حياتها او ده حقيقية تحول لجزء من شخصيتها ومش بس كده الواجع ده بيستفيدوا منه فهو مش هيقدر يشوف نفسه من غير الواجع ده لان الافادة اللي بياخدها من هذا الواجع مش تبقى موجودة ودول بنسميهم في علم النفس فيكتم اللي هما ناس تعشق تعيش في دور المتقلم اللي هو الضحية فيكتم ده الضحية اه يعني الناس بتاعت فعليا بيوصل على فكرة فيه ناس بتكون قصدة وفيه ناس بتبقى مش قصدة على فكرة يعني مش كل الناس عندها وعي اننا عايش في دور الضحية بس فيه ناس تعشق دور الضحية وهي مش قادرة تشوف نفسها من غير هذا الدور او هذا القلم النفسي ودول في علم النفس برضو بيتقال على الفكتم ده او الضحية دي ان دي استراتيجية يعني طريقة كونها عقله اللي هو واعي عشان يحميه من معاناته الحياتية طيب ده الموضوع كبير طيب الناس اللي فاهم اللي انا قصدي عليه بتحب تعيش دور الضحية يارب بس الناس تبقى فاهم اللي بيشوفونا اللي بيشوفونا يكونوا فاهمين انا بقولوا لما بيحصل قلم بيحصل قلم نفسي انا قلت قبل كتا الكلام قلم يعني صدمة او صدمة يعني قلم نفسي يعني وجع يعني ترومة كل دول بنفس المعنى العقل اللي هو واعي في نفس الفيتو ثانية ساعة القلم ده ما بيحصل بيكون حاجة اسمها استراتيجية اسمها استراتيجيات البقاء يفضل يعيش بيها بقى لا الاستراتيجية دي تختلف احنا في مليارات البشر مش كل الناس عندهم نفس الطريقة زي خطة يعني اه المخ بيكون العقل اللواعي بيكون طريقة اسمها استراتيجية طريقة يحمين بيها من هذا القلم الطريقة دي بتبقى عبارة عن ايه بتبقى عبارة عن مجموعة المعلومات والثقافة والحالة اللي أنا فيها ففي ناس تفضل عيشة في الحالة بتاعت الفيكتم نوع من انواع الدفاع او البقاء وفي ناس لأ عندها طرق تانية تحافظ بيها عن نفسها برضو كلها قلم طب واحدة واحدة انا دلوقتي لو الناس اللي بيشوفونا انا واحدة من الناس اللي بيتفرجوا علينا مثلا وانا مثلا خلاص بقيت احب دور الضحية ان انا اهلي دايما جايين علي فانا دايما ما بقولش بقى لأهلي انتوا جايين علي للناس برا البيت انا اهلي دايما وقدين حقي فكده صح يعني اه اه في بقى الشخصية دي بتبقى فيها لها عدة مواصفات لما بيحصل قلم نفسي من الاهل والاهل ده موضوع كبير جدا محتاج يعني اعادات علشان نخلصه ومش هيخلص لما بيحصل قلم نفسي من الطفولة انعكاسه على الطفل حسب سنه وحسب الظروف البيت اللي هو فيه بس بيطلع حاجة من الاتنين يبيطلع طفل عدواني عشان هو ما عندهوش طريقة يدافع بيها عن نفسه غير يتحول الى طفل عدواني ولان هو لما هيبقى عدواني وبيخرب وبيكسر وبيعمل كده هو هياخد اتنشن اللي هو مش عارف يطلبه من اهله بيتحول فرط الحركة والتدمير والمشاكل اللي بيعملوها الاطفال في سن معين دول دي الطريقة الاستراتيجية اللي عملها العقل اللواعي كده لأ طب احنا دعا سنتقلم لكبار يحمي الطفل من المشاكل اللي مش عارف يحلها معنا لا ساني امن بس عشان نركز طب ايه ما انا بقولك واحدة واحدة هو فيه طفل تاني فيه طفل تاني او شخص والحد ما يكبر هيستمر معاك كده لما تعليقش يعني انا بقولك بيحصله كده من هو صغير ويلا انا يكبر بقى هيفضل طول عمره كده لو ما تعليقش او لما تحلتش مشاكله فيه طفل تاني لما هيحصله وجع من اهله هيقرر انه يمرض هيجيله حساسية ملهاش علاج هيجيله كوحة هيجيله قولون عصبي هيجيله كده فيه هيبقى طول الوقت دور الضحية هو بيستعز بالقلم لانه لما بيعي بياخد ايه بياخد الحنان اللي مش وقده من اهله بياخدوا بالهم منه فيبقى هو بره بيشتكي وقع فيك انا مهزك دينة بحكيها من الواقع لأ طب انا عاوزة افهم يعني الناس اللي بتاعي وهي كبيرة على طول ده بيبقى من الطفولة ايه بحبيبتي انا شفت اطفال عندهم ست وسبع سنين عندهم قولون عصبي لأ حميرو كلم دلوقتي على الاطفال اتكلم على الستاتات اللي بيشوفونا والحد ما بيكبر بيستمر معاه لو متعليكش ليه لانه دي وسيرة التعبير عنده او دي الطريقة فمامته مثلا مش هتضربه لو هو عنده مغس مامته مش هتضربه لو هو عنده ازمة حساسية مامته مش هتضربه لو هو مثلا متقلم بشكل ما اوكي ويتدي يستعذب هذه الشخصية ويطلحها بقى وتكبر معاه يبقى شخصية بره بره البيت بيشتكي مغس تعبان هتولي دواء انا مش قادر اي حاجة بيسعب منها هو بيسعب خلاص بيبقى بتحول جزء من شخصيته الالم ويكبر معاه حسب تطور عمره طب وده نتخلص منه ازاي او الفكرة دي الفكرة دي لازم اروح لدكتور نفسي اه طبعا ووسي اصعب الناس اللي ممكن تتعالج الفيكتم يعني الفيكتم ده اسواء مش شايف نفسه من غير ما اللي هو الضحية هو الدور ده بيستفيد منه جدا بيستفيد منه بياخد مشاعره بياخد استعطافه بياخد اهتمام بياخد اللي هو عايزه طيب خلينا للناس الثانية بقى اوكي انا دلوقتي لو بتواجع من جوزي بيقولي دايما كلام بيجرحني وبيجي علي ومش مديني حقي وحس ان انا من جوايا خلاص بقى على اخر منه فيه ناس لما بتتكلم الموضوع بيزيد اكتر تحيس ان انتي شتكيزي كثير قوي فانت من كتر ما بتشتكي هو ما بيعملش اي حاجة ليها اي فايدة غير انه هو بيزود يمكن فتبتدي ان هي خلاص تبعد وخلاص بقى جواح نفس الوجع ده عايش بيليل ونهار وبيتطلع على اولادها المعاملة بقى بالذات بالذات بتشوف يعني ناس بتتعامل مع اولاده نعم اقصى جملة اقصى جملة يعني كلمة جملة فونتها القصة تقوليها الطفل من تطلع على ابوك اه يعني دي جمل بتسيب يعني صدمات عنيفة جدا طفل صغير من كتر ما الام شايلة من الاب او هو بيهنها او بيضربها او بيهملها او واتفر هتبقى مش طيقة العيال من كتر ما هم خلاص بقوا رابط انه هم لربطينها بتزل للراجل ده فاخدوا بالكم من كده دي بتوضيف دهية يعني بيتوضيف حتى وحشة قوي يعني تتصالح مع نفسها ازاي بقيد عن الاطفال اطفال دول يعني حلقات يعني عشان نشوف نعمل معاهم ايه لكن الست اللي توصل نفسها انها مضطرة تعيش حياة مهانة فيها متقلمة فيها يعني هي لازم تاخد قرار ان هي تحل الموضوع والاسهل ان احنا نقوله او الاوقع ان احنا نقوله انك قبل ما توصلي نفسك انك تبقي فقط طريقة تديري بيها حياتك وعيشة في سجن تقريبا من الحزن والجرح والقلم لازم الناس تتعلم فن ادارة الحوار فن ادارة الحوار انه اول ما يحصل مشكلة ونحس كده انه الخطر جاي لنا نقعد نعمل قاعدة متحضرة في حاجة اسمها ازاي ندير حوار ايجابي من امرأة الرجل اي ست زكية عايزة تكسب الحوار مع جوزها او خطبها لازم تبتدي انها الاول بالحاجات الايجابية حتى لو مش موجودة يعني تقرر تقول له كده انا بحبك وانت اهم حاجة عندي في حياتي وانت جوزي وانت كده وانت بتعملي حاجات كتير قويك وتبدل تمجد فيه وبعدين بعد ما تديله كده بتاع خمس دقايق تركيز فان هو اعظم حاجة خلقها ربنا نبتدي اقوله بس انا بقى كان نفسي يعني كنت بتمنى ان احنا نحاول نصلح واحد اتنين ثلاثة عشان تبقى بقى علاقتنا احسن حاجة في الدنيا ونبقى احنا دايما نحاول نحسنها وتبتدي كده ده اسمه فن ادارة الحوار من امرأة لرجل اي ستة هتبتدي حوار مع رجل بان انت عملت هتلبس في الحيطة لان كده هي قفلت قفلت اللي قدامها خلاص هو اللي جاي نكد تاني هي تتخلص من الاحساب ده ازاي هي بقى بوسي انا بنصح كل الستات الستات ليهم طبيعة خاصة والحية بنصح كل البشر بس يعني برضو لو بنتكلم على الستات الستات لازم يلعبوا حاجة بدنية يعني نوع منوع الرياضة او المشي او المدتيشن بشكل منتظم علشان ده فعلا بيخرج كتير من التقاط السلبية لجواه بالرأس مثلا وبعدين بقى ما حاش يقولي معاييش فيروس اروح اعمل كذا لان انت ممكن ايوه زي ما بتقولي شغلي كاسة وتنطتي في البيت هاتي فيديوهات على اليوتيوب بلاش وعودي وعملي زي الناس اللي بتعمل لان اليوتيوب مليان وده بلاش ده مش محتاج فلوس ان هي تتعلم رأس تتعلم زومبا تتعلم تمرينات بتاعت الجام تتعلم حاجات كتير قوي بس لازم على الاقل ساعة على ربع لانه على فكرة العلم ثبت ان بعد ساعة الجسم بيفرز مادة شبه المخدرات يعني مادة طبيعية اوه للسعادة للسعادة شبه اللي الناس بتاخدها فيك من المهدئات والمخدرات والحاجات دي فاذا كل واحدة قررت انها تدي لنفسها ساعة في اليوم تعمل فيها ميديتيشن تعمل فيها انواع المجهود البدني المصحوب بمزيكة بعرياضة يعني عارفة ازاي انا معك جدا ان الستات تقوم ترقص واتفرفش حياتها ويوم شامل نسيم كده ورد كتير في البيت وقومي رقصي وقلعب يلا وقلعب يلا انا مشكورة جدا انا امل والله على الوقت الحلو ده ويستفيد منك على طول يا رب الناس تكون استفاق يا رب ينفزه اللي انا بقوله نفسي ناس كلها تكون سعيدة وممشوطة ولو عاوزة تعدي جوزك فعلا ابتدي يعملي ممنوع حد يبتدي ابدا باتهام هتقفلي انتي حتى انا بجي تقولي انتي عملتي خلاص انتي في اسماعي بعد كده انتي بتفكري زي تردي او تفترسي اللي هاجمك ده لكن لو بقلتلك انتي اجمل حاجة واحسن حاجة وببتاع بسلام لو عملتي واحد اتنين تلاتة هتسمعي هيبقى بافتح مجال انك تسمعي اللي جاي ومن جواكي هتبقي راضي انتي حدث ان هي اقدرت شافة الحاجات الخلوة اني اقدرت الحوار يا جماعة والله ده حقيقي الرجال دايما بيبقوا شايفين الستات عاوزة اتاخد طول الوقت وما بتديش حاجة وعملوا مديتيشن يوم شام النسيم قدام البحر وقدام الورد وقدام الحضائق العامة وعيشوا يعني مشكوري جدا يا اما انا اللي مشكوري كده اكملوا معنا وتروحوش اي مكان لسم كمين فقرات كتير قوي بقوا بطيه حاجات كتير لشام النسيم والربيع استانوا معنا بعد الفاصل موسيقى 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 علشان هي قدرة تنجح ونجاحها مش نجاح صغير ده نجاح كبير اوي انا حقيقى مشتاقة اعرف هي ازاي قدرت تعمل الاسم الكبير ده وازاي حطت اسمها ما بين اكبر مصممين الازياء في مصر والوطن العربي النهاردة هتكون معانا دافتنا سامح مهران انا مبسوطة وسعيدة اوي ان انتي معي حاببت وفخورة كمان سامح انا بجد عاوزة استفيد وعاوز المشاهدين اللي بشوفونا كمان يعرفوا انتي ازاي قدرتي تنجحي وازاي قدرتي توصلي للي انتي فيه استرارك حماسك دايما يبقى في حلم صغير الحلم ده انتي مصدقية جدا وحس من جواكي ان انتي قادرة ان انتي تعملي مقاومة اي صراعات خارجية يعني مقاومة حتى لو كانت داخلية منك انه هو في فترات بتحسي بالفشل في فترات بتحسي بان انتي اللي انتي بتعمليه بدون جدوى هو لو كل واحد بس اصر على حلمه وصدقه ومشي وراه ربنا هيسعلم طيب واحدة واحدة وانتي صغيرة ابتديتي امتى ترسمي ونفسك ان انتي لا انا حصمم لا انا حفصل لا انا حعمل ده بوسي هو الموضوع شوية لو يعني اي حد اتقرب ليه هيعرف القصة بتاعتي انا من البداية كفاشن ديزاينر وكانش عندي يعني فكر انا كان عندي موهبة اسمها الرسم بعرف ارسم كل حاجة يعني منظر طبيعي بارسم بورتري بعرف ارسم حاجات يعني ممكن اي واحدة في سن عشر او اتناشر سنة يجي خيالها ان هي ترسم وبعد كده مع مراحل تطور شوية السن وبداية دخولي الجامعة اتعرفت بجوزي وهو اللي اخد البوينت دي فيا قال لي انتي بتعرفي ترسمي اتو مرة هو زوجك برضو مصمم ازائي اه هو اساس المهن على فكرة ايوا وهو بطريقة غير مباشرة كده قال لي انتي بتعرفي ترسمي بجد قلت له قال لي بترسمي ايه قلت له بارسم اي حاجة فيوريت له السكاتش بتاعي كان فيه زي مركبة شرعية كبيرة منظر طبيعي قال لي بتعرف ترسمي كده يعني ازا جسم وبادي وعليه بقى قلت له اه اعرف قال لي طب يعني لو جبتلك حاجة بالشكل ده تقداري ترسميها قلت له طب يعني انت عايزني ارسمها زيها ولا اطلعلك فكرة غير الموجودة لان انا ممكن اعمل كده هو بصيلي المنتهى الاستغرابي يعني انتي عند كل ده واحنا مع بعض ومشعرفين لا ده واحدة بقى دي خصة مصيرة جدا اه يعني انتي زي انتو كنتوا مخطوبين هتتجوزو وهو اكتشفك اه اصلا انا متجوزة بصيلي متجوزة وانا شغيارة وانا عندي عشرون سنة ياريت الرجال اللي بيشوفونا اللي تقدروا يعني ده عمل دور الاب اه هو حاس موهبة ان انا يعني دي البداية على فكرة اه 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 بعد كده احساسك ان انتي بتعملي حاجة بتتنفذ ده بقى اللي ولد عندي طاقة ان انا اكون موجودة اه اه لا يعني ايه حاجة بتتنفذ يعني انا النهاردة لما كنت بارسم وردة حاجة خلاص صورة وخلصت انما لما بترسمي يسكتش وبيتحقق بعد كده حد بيدور على قماش وحد بيدور على خمات وحد بيدور على تأفيل وحد بيقص ورق وحد انتي فهماني كل ده بيتحول من خيال بسيط في دماغة الواقع ده بقى لوحده نهم يعني حبيت المحنة اكتر و اديت لها اكتر علشان جوزك بارده انا بحقق احلامه لان انا بداية اللي شديني لي كان هو يعني انتي بتعرفي تعملي كذا اه طب اعمل لك كذا ولا اعمل لك يعني اعني انخبري تحصل لك ادامي انت الواقع المجال السوق ده من اصبحت من سنه سيطاعر انتو ابتديتوا ببارسعيد ايوا و ما زلنا في بورس عيد لي نفوع ايوا و انا موجودة دلوقتي في القهيرة وبعد كده اتيت القهيرة ماخبتيشما يعني مكان جديد او equal to président سأقول لك على حقيقة لكي نأتي من هناك أخذنا بالضبط وقت اللي يقل عن 8 سنين 8 سنين سنذهب؟ لا، ليس دلوقتي نفسي نذهب لكن لا يمكن أن يكون هذا الوقت المناسب ننزل ندور على الأماكن كعاتلية حاجة ناسبنا تحصل مواقف حاجة لا إرادية نرجع تاني نقول لا ربنا ليس رائد أن يكون دلوقتي وكذلك سبع سنين فلما جيت أنا جاية وعندي الحمد لله اسم كبير في كل ساعة بالضبط وعندي اسمي اللي الناس بتيجي يعني الحمد لله يعني ما حسيتش أنها يعني عندي الرهبة بس أنا دايما كل يوم عندي متحان يعني أنا كل يوم عندي كده متحان صغير اسمه وعميلة تجايا لي بتعمل الأوردر والخيال ده يتنفذ وكل يوم عندنا يعني زي مش فكر ولا حلم بس عندنا هدف متجدد للفترة اللي بعديها ويمكن ده سببه إن فيه اندماج ما بين عقلية ستة وعقلية راجل الراجل مجازف الستة أنا استمتاع جدا ما شاء الله أنا خب الحسد قوي في العلاقات بس حاجة حلوة قوي إن ستة وجوزها الاتنين يتفقوا على حاجة والاتنين يبقى حلمهم حاجة ويفتدوا ينجحوا مع بعض هي طبعاً حاجة ممكن ما تتكررش كتير ممكن أكيد بس هي أي علاقة سواء في شغل أو علاقة اجتماعية أساسها الاحترام والنجاح المتبادل الاحترام المتبادل ما بينك وما بين الشخص أكيد هتوصلي لحاجة كويسة يا سلام بقى لو كنتي بتحققي كمان بلاص الحكاية دي حلمك وهدفك اللي انت حبتيه وقد كده يعني إحنا حياتنا كلها شغل يعني إحنا بنروح نتكلم في الشغل بس أكيد بتتكلمها حاجة بتحبوها أكيد أكيد هو بيشيلك ساعات كتير بقى لما بتبقي مضغوطة ومش عاوزة تنزلي بترمي عليه شوية أعملي بقى أنت شوية عايزة أقول لك على حاجة شريف بالنسبالي يعني الأونر أنا نمبر تو فأنا مبقدرش أتعدى حدودي في الحتة دي في الشغل وفي البيت وفي كل حاجة لأ قصدي نتك يعني خد بقى أنت شوية من عليا ومش عاوزة بتتدلعي بقى وكده بالعكس أنا بحاول أحسسوا أن أنا كويسة لا تفكر أي حاجة بتحصل إحنا كويسين وقد أستطيع أن أكمل وشايل أي موقف أي حاجة بتعدي وعلى فكرة دي حلوة طبعا طبعا أنا كنت في النص أكيد في مرحلة الدلع أنا عندي أسبوع في الشهر لا أشترك هو بيقول لي هو بيقولك ريح أه هو بيقول لي أنت مش لازم كل شوية ضغط نفسي وتحاولي بقدر الإمكان يعني يبقى فيه مساحة شوية وبزداد عشان فيه بنات بقوا كده ربنا يخليهم لك أنا مشتاقة نحن نشوف التصاميم الجديدة إن هي عاملنا شوية حاجات حصري يعني هنشوفهم النهاردة دي المجموعة لصيف 2018 تمام هو ده الربيع يا جماعة أصفر والموستارد موضة حلو قوي 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 أنا يعني بجد من أكتر الحاجات اللي بحبها فيكي إنه فيه شغل وفيه حاجة بس فيه رقة مش طبعية فيه إحساساً يعني اللي لابسها الفستين هي تنقلت لمرحلة أن هي كده أميرة فيه أونوسا بوسي كل فترة بيكون فيه العين للشغل أو للفكر بلاش نقول للشغل الفترة دي أنا حاسة إن إحنا ميين أكتر لأن البنوتة تبقى ظهرة بالتفاصيل بتاعتها النعمة قد كده اللون حلو اللون الماتيريال نفسه الموستارد والأصفر موضة جداً جداً يعني وهنلاقيه فيه حاجات كتير ودرجات حتى التشورافيسك اللي فيه آخذ نفس الإضاءة بتاعت الماتيريال ده حقيقي كمان الفصوص فضيعة جداً وطلع موضة قوي دايماً نشوف الفستين على الفيديو وطلع موضة جداً وطلع موضة جداً أو رايحة فرح الصبح لطيف جداً يعني هو بس فكرة إن إنتي هدف التميز يعني إنتي بتختاري حاجة تبقى متميزة عن أي حد تاني موجود في الحفلة ده حقيقي أصعب وقت في السنة بقى بتصميني فيه هو دخول كل موسم لوحده؟ لا إمتى؟ ما بيكون عندي ضغط شغل يعني الفترة دي أنا عندي ضغط شغل مطالبة بـ New Collection مطالبة بـ أفرح كتير بالضبط كده بـ Wedding Dress ومطالبة بأن إنتي تبقى موجودة في كل الأماكن بتاعتك يعني هتحسي أن إنتي عايزة تبقي سوبرومن يعني موسم ورمضان وفنانين كتير بالضبط لا وكمان عشان الحفلات ومعظم الفترة بتاعت الصيف دي ورمضان جاي في نص الوقت فالناس بتبقى عاملة ضغط ده حقيقي لغاية شهر 12 وكل الأفرح بتبقى بعد العيد يعني أنتي بعد العيد بتبقي لازم تسلمي مثلا مجموعة من الناس أنا بأخذ الأردارات بتاعت شغلي قبل فرح بأربع خمس شهور عشان ما تحطش في موقف إن أنا يبقى الوقت عندي أولير لما بيجيلك بقى أحد بتتكلق وشافت مثلا فستان أنتي حطا عندك بس الفستان ده مش مناسب ليها جميل وده بيحصل كتير قوي هي عاوزة تلبس الفستان وإنتي حاسة أنه الفستان لو تلبس عليها مش حيبقى هو ده فستانك مش حيبان إنه هو في الآخر اسمك بتعودي تقنعي بقى نايس و جدا أولا أولا يعني الحمد لله كل بنوتة بيجيني بتكون صحبتي يعني بنعمل علاقة كده آه الأول آه لازم يعني ولساش أن ما بابدنا ما لوجود لديزاين فقط لا غير لأنه احنا بنتطرق لأمور كتير فبتفهميها يمكن دي بتعمل بنفك مع بعض كده حاجز آه يمكن مش كتير ناس تعرف توصل للمرحلة دي مع العميلا بتاعتها بس بحس أن وغير كده انت مشغولة قوي في الوقت عندك يعني ده انت عندك بتاعب نفسي يعني ونقعد معي وقت لا يقل عن ساعة ونشربها النس كافية ونقعد مع بعضه ونحكي شوية وبعد كده بنحاول نطلع الفكرة يعني لو اختلفت عن اللي هي مختراه شوية هتقتنع لو العكس هي هتبقى قناعتها باللي هي شافته فبندخل على طول على الفيتنج وقول لها شوفي انتي عملتي رونج تشويس ايسي بقى جرابي بقى فاول ما بتشوف نفسها لا صح اللي انتي قلتيه من شوية مزبوط طب يلا نعود تاني ونختار اللي صح اه فتبتدي بقى خلاص هي مختنعة يعني اخداها اه يعني واحدة واحدة اه ستاب باي ستاب كده لغاية ما تقتنع معنديش الفكرة اللي هو لا انتي مش جسمك فيه كده فما ينفعش كده لا ده مش ده حقيق لان انا لو حد جي عمل معي كده انا مش هكون مبسوطة ده حقيق اه تحس نتي تقفالتي ونفسيا لأ خلاص انا مش مبسوطة لا لا خالص وممكن تيجيني خوف من كل حاجة يعني خلاص هي ماما هتشرح لي او هتتعرض لي تصميمات انا مش مش هبقى اوصف نفسي انا اه بالضبط كده فخلي بالك ان سيكولوجية البنات مهمة جدا 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 احنا معينا فستان كمان حلو جدا ده لفستاني المفضل ده انا يعني يعني الفستان ده عشق ده حقيقي انا لما لبستو اوزولي كان طلب جماهيري من الناس الفستان تصميم مينة ده حقيقي شفت انا على الشيخ المينة ولما نزلت اوزولي فكري ده طلب جماهيري لفستان تصميم سماع مهرون فهي علشان الناس تبقى عارفة لا حقيقي بس هو فعلا يعني اللون حلو قوي البعدي روز اوه المتيري يجنن المتيري يتصميم شكل التصميم حردة الصدر نفسها اهه هو ناعم ورقيق ولونه حلو وعلى فكرة دايما احسن الحاجات فيها من شخصياتك كثيرة قالتك ايه انت يعني صوتك هادي ونعمة فبحس ان ده طلع على الموضوع اه بصي حتكلم معايك بصراحة فكرة النعومة والبساطة يعني ممكن بعد شوية جينا فستان فيها فيه حاجة دايما الايد اللي بتحط شغل او اللي بتبدأ ترصع شغل هي الايد واحدة فحتلاقي روح يدخلها في كل حاجة يعني دايما انا عندي الباينتن دي اهم حاجة طريقة توزيع الخمات على الفستان مش بالضرورة القطرة قوي ولا يبقى سامبل او بسيط لان انا بعد كده حواليك حاجة هندميد كتير شغل بس حلوة ألبسها حوضي قالت انا من الناس اللي بكره التطريز يجب ان ملامحي وشكلي ما ينفعش معي تطريز حقل بلدي او يفر بلدي او باعد عنه انا لما جيت لك كل شيء كنت بقاسها كان فيها من الاول لان اه كانت تطريز وكلها تطريز تبسي الفيزرز مودة وان انتي توظفيها جوه التصميم وان هو قصير كمين وتحسي ان هو كده بتش يعني لازم تلبسه هتاخد مود ان هي وردة كده حاجة حابة حفلة تكون صباحية او بارتي مثلا اوبن اير لا مختلف قوي حقيق مختلف ولطيف قوي ان انتي عاملة انا مثلا اعجبني درجة الفستين والتطريز بس مش عاوزة فستين طويل احبيت الحالة قوي فانا اعجبني قوي ان انتي عاملة نفس الحالة بس بروح مختلفة دايما الكلكشن بيطلع فيه تصميمين او ثلاثة فيهم نفس الحالة او السيم يعني ومع اختلاف طبيعي كل واحد وعلى فكرة دي اساسيات او رولز ومفروض كل ديزاينر يبقى ماشي عليها انتي درست؟ انا درست الباترون ودرست بوسي فكرة الستايل ما تتجزقش او الستايلينج ما تتجزقش عن مهنتنا لان انتي بتجمعي اربع خمس افكار في حاجة واحدة قد كده انتي كوني متمكنة فيها طبعا انا عشان انا بشتغل في المهنة دي بقى لي 18 سنة فال18 سنة دولي بقى اخذت كل التجارب وتجارب واقعية يعني اصل انتي حتى لو كانت تجارب انتي بتعتبريها مثلا اخداها في تعليم غير لما بتخطيها في الواقع فانا كان عندي في البداية خالص انا مكنتش باعرف اخيط اول ما بدأت كنت باعرف اخيط الفستان من اول والاخر وعلى ايدي من غير ما كان عندي فده اللي خلاني دلوقتي لو قدامي مثلا اي تصميم سواء صوري او ويدنج او اي حاجة انا ممكن افكه كده وارجع اركبه يادوي ودي حاجة مش موجودة انا مش افتهاش يعني اه بي كدير قوي مصممين بيرسمه بس لكن مش هامل او حتى لو عنده الحركة مش هيعمل فستان كامل انا باقدر يعني انا كان من بعض المواقف اللي كنت بتعرض ليها ان حد يعني خلاص عملت البروفا بس انا فيه جوز مش عاجبني في التصميم خلاص انا مش مش حاسة انه هو مضبوط فبفتح الكورساج وبفتح السكرت وده بعيد عن ده فالناس تيجي ايه التيمورك يجي بصوا كده مدام او حضرتك بتاعكم ايه بوستي الحاجة لا يا جماعة ما تقلقوش اصلي هي الفنيات دي ممكن ما تجيبهاش مكنة اه لازم بالايد اه ما تقلقوش انا هاعرف فاتعوضوا يعني وهي الحاجات اليدوية يعني هي اغلى حاجة فعلا بتطنع هي الحاجات اليدوية بالضبط فانا الحمدلله يعني اي مشكلة بشوفها في الفستان اقدر ان انا عملها بايد وبحب اعملها بايد غير ان انا اقدر فانا بحب اعملها بايد طيب لما بيجيلك بقى مثلا من الخارج حد مثلا عاود فستان ومش قادر يجيلك ويروح ويسافر حاجة معاناية كل الناس بتعنيها الفستان بيعجبها قويل صورة بس مش قادرة تنتقل يعني اوها لو حاجيلك حاجيلك مرة واحدة تمام بيبقى الحل اي بقى سعيدة بس ان حصلت لي اربع او خمس مواقف على الوضع ده اول من ضمن المواقف الغريبة انا تقلت نفس السؤال انا مزلت فستانك طب انا لو عاوز الفستان حاجيلها من السعودية ازدايف بصراحة ما رمضتش انا عندي عروسة من قطر اه اترسلنا اونلاين وابعتتلي سايز بتاعها وانا ما شوفتوش بس انا قلتلها صوريلي نفسك فيديو اوكي دي مهمة اه لان طبيعي تقسيم الجسم لازم تبقى في خيالي عشان اطلع عليها بطروني صحة اه فبدأت اشتغل على مقساتها وجدت عملت وان فيتنج واخدت التصميم حلو الفكرة ايه اه دي بوينت فيه بنوتة تانية كانت الفترة الفاتية دي كانت من لبنان اه هي نحن معينا فستين حنشوفه اوكي احنا معينا فستين اوكي بس احنا هنكمل هنكمل اه ده حلو هند ميد اوكي اه ده كله كله هند ميد انا بعشاء الاسود يعني عندي حالة عيشاء من الاسود مش طبيعية ممكن اطلع كل حلقات لابسة الاسود وانا بحب الاسود وانا بزعلش بس كتير ناس تقول يعني ان الاسود بيدي انطباع ان الحد اللي لابسه حد مش متفائل بالعكس اه اللي يلبس اسود بيكون وسط جدا في نفسه ده حقيقي انا بحيث انه هو يعني من اكتر الالوان ذكين جمال المرأة ده حقيقي ملك الالوان فعلا اه نجنن الفستان اه نرجع تياني اقول لي اه ماتيريال بتاعته ايه ايه تشل اه تتفرغ تتخطط تتطرز بكل ما اتيت من فكرة حسنا انا حسنا اقو عليان شوية اه لا يوجد مشكلة لا تقولي تصميمي ولم ينفعش لا 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 تواجهات لا حقا لو ايه من قرنا لم يحرر من اجزاء معينة سأقول له نفسه اوه ايه لكنك رأيه هناك أشياء ما ينفعش من البداية ولم ينفعش من انتوا تقفليها حسنا اه اه انت انت باني مشكلة ام حسنا سنقفل شيئة ام حسنا انا بالجبء كنت تقول لي انت مصميمة من لبنان اه تدريس فنون جميلة وعندها الهواية فعرفتني على نفسها وليسياً عايزة أعمل تصميم وبعطتلي صور أنا اتفاجأت لأنها عندها فكر متجدد وكان فيه مصمم أذياء عابد محفوظ قبل كده حضر الفاشن شوف تايعي وحضرت له ومديره وتحياتنا طبعاً طبعاً فقال لي نصيحة قال لي نصيحة مهمة جداً قال لي دايماً خليكي أكتب أن أنت تاخدي أفكار حتى لو مش عجباكي لا مش من مصممين قال لي من مبدعين صور صغيرين اه تسعديهم خدي أفكارهم ما تقوليش لأ عشان بتبقي متجددة فمكنتش مستوعبة قد كده دايماً الواحدة عنده لا أنا ديزاينير وانا عندي تصميماتي وعندي فكري لا حتى كل البراندات العالمية بياخدوا مصممين جداد ويبتادوا يحتضنوهم فأخدت منها التصميم وبدأت أشتغل عليه وهي كانت عايزة حاجة لايت كثير وطلقتي حاجة وما اتقبلنا شغر مرة نحن معينا كمان تصميم كنت تسأليك لم تفكرتش تعملي أكاديمية كمان؟ طلب مني بس أنا موضوع الأكاديمية ديليا موجة ناظر يعني حلو قوي دا هند ميت بردو دا يجنن لا دا حاجة مختلفة تماماً وكله سيلبر تطريز وكل بردو تطريز بس رقيق قوي يعني مفيش كده بس كمان طول من وراء قدي كده الفستاني نسيابي وناعم وبسيط بردو في نفس الوقت مش كتير اضاءة يعني دا فعلا دا فعلا طب لو واحدة قصنونة بتعمليه ايه بقى؟ بينفعها يبلي تأسر؟ اه طبعاً لا من بداية أساساً هي لو قصيرة ولبسة التصميم مش هيزبط على مقاساتها اوكي من بداية بنبقى أخديم مقاساتها مظبوطة يعني لو حد قصير مع دا مش مش هينفعها هتحس ان هي ممتلقة شوية لا دا برضو حلوة قوي ولون ويجنن كل حاجة في حلون انا كان نفسي قوي نحنا نعرض فستان أفراح بس للأسف مرة جاية ان شاء الله ينضيب كلها كمنا ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله نسألك سؤال خبيس بارتو شوية أحلامك بقى عوزة توصلي لايه؟ ما عرفش لا حايم جا ممكن نسأل شريف عايزة توصلي لايه نسأل شريف بقى بعد الحلقة هو ليه ما بيظهرش ما بيحبش لا خالص نسأل شريف مودي يعني شوية نسأل شريف نسأل شريف نسأل شريف بلا حدود يعني أتمنى أن أكون لدي بيت أزياء في دبي إن شاء الله بإذن الله يعني فكرة الانتشار إن شاء الله يكون لديك في دبي وفي فرنسا وفي بيروت نسأل شريف أصبح مودي نسأل شريف إن شاء الله إن شاء الله نحنا الفستين الثانية جاهزة حلوة قوي برضو ده. ده ينفع لو عندها حفلة يعني خطوبة كمير. البلوكار الماتيريال بتاعته نعمة. في اللون شوية جولد مع اوكسيدي. والبلوكار بتقدر يتطلعي منه أفكار حلوة. دهائي. وفستان ناعم. وسيط وداعم ورأيي معتمد على الكات والشولدر. حلوة قوي. حلوة قوي. دايما كمان احنا بيبقى عندنا مشكلة في القلوين. الصمرة ما تلبس لون مش عارفة ايه. البيضة تلبس لون ايه. انتي مع المدرسة دي ولا لا. انا معاها لو هي فعلا لو اتطبقت واقع. يعني فيه حد ممكن يكسر الرولز دي. يعني ممكن تجيني حد اسمر. يلبس اللون الاحمر فتبقى فيه جميلة جدا. يعني غاردي من الفكرة التجربة. نجرب. نجرب. قبل ما اقول والله ده مش بيليق علي. او ناخد ان الفكرة عام ان الاسود ده ده بتاع الناس الكبار. اه. فيه ناس لغاية دلوقتي تقولي كده. ايه. ايه. في العشرينات ما بيبدوش يلبسوا ولادهم فستين سودا. او غمر. لا بنتي صغيرة لبسها لي فستين. ايه. طب ما نجرب. ايه ليه لأ ما ممكن التجربة اللي حتفدني. فستين. ايه. اه ده لطيف اوي ده. اوي اوي. كان عاجبك. اه ده كان عاجبني جدا. اه. اه. لولا الرقابة. اه. لأدخل منها شوية فا. لا ده حلو قوي. زي جنان. لولو فوزيا. كل الماتيريال فيها سيرما سيلفر. ولولي. ووتول طبعا. وكرة بسكي الكت بتاعته اي لائن. اخذ وصع شوية متحرك يعني مساحات الهواء بتاعت الفستين. بتقدر انتي تشكلي شكل بأشكال مختلفة وهي بتلف تقريباً الفستان التطريس ده بيبقى وقته قدقين لا يقل عن يعني عشان ياخد وقته صح شهرين آه تقريباً شهرين شهرين ونص كده عشان عندي فكر للموضوع ايه هو مثلاً بحب أبعد شوية عن التصميم بعد ما يخلص وارجع شوفه ثاني والله يعني دايماً وأنا بعمل أي فيتنج بغيب نصف ساعة ربع ساعة كده عن العميلة وارجع لها تاني الوقت الأسف خلص أنا كنت مبسوطة جداً مبسوطة بقسة نجاحك ومبسوطة بتصميمك ومبسوطة على مستوى الإنساني من أنت كنت معايا مرسي مرسي لكي تصميمت الأزيق سامح مهران نورتينة حاولت يدو دي ربنا يخليك لي يا رب كميلوا معايا وترحوش أي مكان احنا هنحتفل كان نفسي أخدها معايا المطبخ كميلوا معايا هنروح نقطبخ دلوقتي حالاً في سيخ ورنجا ونخدم بقى عشان الربيع وعدتكم أن في مفاجأة في الحلقة وفي فقرة بقى يعني أنا مش مصدقة قد إيه أنا مبسوطة أن أنا بصورها أولاً بصورها علشان دفتي أنا بحبها جداً وفعلاً هي عندها موهبة وبالنسبيلي أن أشوفها وهي بتطبخ أنا بحس أنه هو الأكل سهل كده والأكل إزاي حلو كده وفتحت نفسي وما بتفرج عليها بالليل أبداً عشان بجوع الشاب بيبيان فريد مبسوطة قويل بيبعه مبسوطة أن أنت معايا جداً أنا أكتر لقاء المرتقب مبسوطة أن أنا معيك في حلقة متميزة مثل هذه لكي نغير فكرة الناس عن الفسيخ والرنجا وأن أكلها سهلة قوية وممكن نعملها بطريقة من غير ما نبهد للدنيا ونأكلها الشعب المصري كله يستنى الفسيخ والرنجا الفسيخ والرنجا لا يمكنني أن يكون لحدهم يحبهم والله وأنا أنا في أول الحلقة قلت هل هناك أشخاص ممكن تكون فعلاً لا يحب الفسيخ والرنجا لا ينفع لا ينفع أصلاً الشعب النسيم هو عموماً هو نتوقسنا وتاريخنا نتحفزنا عليه نتحفزنا عليه هو المهم أن نكون جايبينه من مكان مصدر موصول جداً جداً واحدة بنشتريه ندوس عليه بأدينا ما نلقوهوش طريقاوي لكي نزيه شيء غلط جداً واحدة بنفتحه نلاقي له روز ما يفعش يكون مزرق اللحم بتاعه يكون مسك نفسه ما يفعش يكون متفل فتفة طريقاوي قوي ده كده ريحته مش نفازة بصوا ريحته أكين مش واو بس مش نفازة بصوا ريحته مش نفازة ومش أدرى أشمها لا خلاص ده كده كرس ده كده مش شام ومفتت اللحمة بتاعته تبقى مسك نفسها اه تبقى مسك نفسها يعني مستويه كل حاجة لونها وردي ولونها روز اه ما يكونش مزرق ما يكونش مبيض لا لونه روز وطبعاً ما نجيبهوش فيه انواع مالح متوسط دلة أنا شايفة نحنا نجيبهو متوسط لكي يكون نادلة لا نعطيهش يوم ما نتحدث منه لكي كمية الصوديوم تدخل جسمنا لا تبقى عالية وانا سأقولك نعمل مثل بلنت بعد كده ما بين الصوديوم وبين البوتاسيوم فنصبط ضغطنا انا مستنية جداً ان كل الناس عدد ضغط نرفزة طول الوقت ضغطنا عالي ضغطنا عالي ضغطنا عالي وكما تخرب الأكل نحن نجيب بلنا في اليوم ونحن نشعبر ما بيكون أكل صحيح لكنني تتعالي وبتقولي للناس ليس فقط أكل يعني، أنا أكل وصحة هذا أهم شيء ليس لنفعنا كل ما لنضر نفسنا ليس لن أكل ليس لنضر نفسنا لا نظر نفسنا ليس للكم تدخل لا أحد المفصل سأحرم نفسي سأحرم نفسي لأنها أجيب الوقت لكني أغلبتها سنحرم نفسي لحياتي فأنا ميبسوط يعني انا مش محروم من حاجة طب هتتبخلنا ايه اول حاجة اول حاجة الفطار الفطار هنعمل في ايه هنعمل بيد مسلوق ملون يا الله انا كنت زمان بلونه بالليل قبل ما نعم علشان يبقى جاهز ايه ده بجال؟ والله تعدي عليك فرصة ان انت تسحى ما تلونش اه كانت مامتي بقى كانت بتخلينا بالليل نلغوص وعشان ايه تاني يوم ما يبقاش عندنا وسايخة بقى خلاص الليها خلصت لا احنا الصبح الصبح في عندنا عداد كده بس مش عرفوا بطلناها وسياتح انت بقى احنا بنخرج وجناين ومش عارفة ايه ومش عارفة ايه ومش عارفة ايه بالليل خرجتنا بالليل لكن بالنهار دي قاعدين في البيت بقى بناكل الفيسيخ طب يلا نعمل البيت اوكي اول حاجة دي انا عايزة اه اما بعدين هكذا مش عارفة مش حاسين ان فيه ناس قصيرين اوكي بل الناس موضوعه الكاتاكيت دي حاجة لا حقيقية بارح الاعداد يتكلمها قالها انتي محتاجة ايه ايش انهم محتاجة الكاتاكيت فجابوا كاتاكيت حقيقية اوه سامعيها انهم تتكلموا بجد اه اوه 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 انا المخرج بقى لما دخلي اي دودية انتو محتاجين الكاتاكيت اوه 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 انا عايزة اعمل اشكال هاملها ازاي همسك البيضاء كده اوه انا عملت دي كده انا عندي هنا الكوب بيت هحط فيها الالوان اي سيطف ه sul دي كوحلي ���ка امه امه مه وارتقال امه أمه ينتظر أمه بدا م وحتى طرح. 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 نقول لنا نفع إيجابي. لو لديكم ستيكر أو لاز وليزقته. وشلته ونسخطته فا سيبقى لطيف جدا. أو جدت الستيكر العيدة وحطيته هنا. وبدأ اللونتها وحطيت. البنات بيحبوا هذه الحركات. إنني أعجبني أنه ليس لازم لذلك كان الفرشة والألوان. ونرسم. لا. لا أعرف أن الأوليس صغيراً أولاً لا أعرف أن يكون أسهل ثم نضيفه صغيراً والخشب إذا سبناها أكثر ستلون أكثر نحن نزود الألوان خفيفة كنت لسه أقول لها مقادير الألوان يبقى معلقتين ثلاثة على الكوبات المية نريد أن نأكل أولادنا بإذن الألوان وفي المدارس يروحوا يلونوا هناك مدارس أعمل حفلات لا تتبقى أجازة فحلو أن أبعت أولادي معهم الألوان اللي سيروحوا يلونوا بها حلو أن أدخل الألوان مع بعض بعد أن الألوان حطيت عليها ألوان ثانية مختلفة حسناً أضع عليها كمال أخضر طيب أنا عندي هنا طبق لا وهنا عندي جليتر فأتجرب كده أخد وروح أعمل هنا كده وهو لسه خيرك آه فنادي على جنب من آه فنادي مثلاً خليتها جليتر خالص أوكي في حاجة نعملها نص ونص آه أوكي وحيلزى بقى عشان هي لسه مبلولة لسه طلعة آه بس عايزة مثلاً هنا جليتر ده هبي أضعه على الأصفر آه وهي عشان لسه فهيثبت قوي فيها أوكي حتى لو إحنا مش للأطفال يعني إحنا عزمين الناس على الفطار على الفطار بالزبط فنبقى إحنا ستات عميين شوية حركات كده ولا أطفال ببعاكية بيشروحوا بيها آه حتى هيعملوها معينا وشيل انت بقى بعد كده الأثار وده برضو ده ببقى على الحلويات صح؟ نعم هذا جليتر كده للاكل برضو صحي بس ممكن ناخد دي كمان نعملها كده بشكل عشوائي أه مش كلها أوكي عندنا هنا ثابت هم نحط علي بقى نرصص نفن بقى انا بتفعي تشوهها وطبعا خالص بنشيل ده بس ممكن بقى نحط دي كمين والكتاكيد بقى طبعا تعمل اعلى شغل هنا اه نحطوهم هنا احنا بقى بتوعنا حقيقين فبشا يبقى يزعلوا على خلاتهم تاني حاجة هنعمل ايه خلصنا البيض هنعمل بقى الصفار بتاعه بيض هنعمله بيوريه وبعدين نرد هنحشيه تاني في البيض هاقولك ازاي وانحنا جدنا هنا بيض وسلقناه عادي جدا وبعدين قطعناه نصين اخذنا الصفار لوحده واخذنا البيض لوحده هنحط عليه شوية حاجات هنحط عليه شوية حاجات هنحط عليه شوية حاجات ياميه هنجيب هنا نحط عليه مايونيز اوه نحط عليه مايونيز اوه اوه هنالك بيوريه اي حينا ازل بيوريه وبعدين اضع عليه المسطرده وضع عليه رشد بقدونس كمير ده على صفرة برضو الصبح بيبقى مختلف ده في الفطار اه مش حلو ان احنا ناكل مع الفيسيخ خلاص الدهر بيض لان يبقى لوت كده على الكلا بقى بروتين زيادة بنهلكها يعني اوكي وبعدين هنا شوية لا انا خليه طماطم دي بعد ما نهرسه اوكي ونهرس بقى حد ما نخليه بيوري بقى بس ده طريقة كده انا عمري ما شفتها اوه مختلفة شوية بس بدأت انتشر دلوقت بدي اصلا يوناني اه توركي ايه ايه اه بلد ال افتكاسة افتكاسة بقى ايه بسي وقت الوانها ازاي ممو رزيزة نجيب بقى الطبق اللي هنحط فيه اتحط قدير وبعدين نحشيه كده اوه ونحطه ممكن بقى دخلي اولادك تحشي اوه 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 ثلاثة سلطة سلطة مهمة سلطة ميكس ما بين الخضار و الفكهة التفاح يطرد سموه من الجسم إنكيس يعني ويرد يبقى في حاجة تعالج المواكم على طول كيوي كوتاسيوم مثل الموز يعادل السوديوم في جسمنا السوديوم مهم موجود في جسمنا إنكيس سوديوم عالي فضغط عالي الفوتاسيوم ليس حلو فنحن نقوم بلانس ما بينهم في هذا الأكل سنضع السلطة وخاصة لأنه مية سمعت أن السلطة عندما يبقى يتقطع بالإيد أحسن؟ نعم إذا أخذت ذلك عموما الحاجة لو تقطعت قطعة صغيرة وشفت منها شفت بقى اللون يتغير يبقى الفائدة وبصل أحمر وبعدين طفاح الأحمر وكيوي وكيوي عشان قلنا مفيدة قدقية وبيعد الطعم دقي فجل أحمر وبعدين طفاح أخضر أو أصفر اللي عندنا هحطها بقى هعمل لها دريسنج إيه هعمل لمون على مستردة وعسل مستردة وعسل ولمون مستردة وعسل ولمون مستردة جديدة نعم ثم نضع المسكر نضع المسكر ونضع خضار فهذا سيضبط الطعم لا يوجد ملح لا يوجد ملح حسنا فأنا أريد أن أعاد الموضوع ستتاكل مع الفسيخ؟ ستتاكل قبل الفسيخ كل شخص يأخذ طبق حلو قبل الفسيخ والرنجة ستقفل معي بدلا لا يأكل رغيب قبلها 10 دقيقة نقوم بالسفر نقوم بالسلطة نقوم بالسلطة وبعدين نأخذ طبق نقوم بالسلطة نقوم بالسلطة نقوم بالسلطة فسيخ يا هلا فسيخ يا ناس فسيخ والرنجة نعم كنابي 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 ايه يا جماعة انجليز ده مرسي ونأكل هنجيب هنجيب ونحط فيها طبعا أهم حاجة الجوانسي نحط فيها شريحتين كده ثلاثة رنجة فلي مخلية هنحط عليها دي جدنا مسلسات اوكي هنقلل من الحدوئية من الحدوئية بتاعتها وشوية طحينة بالضبط كده وشوية لمون وشوية لمون وهي عامل اختراعات النهاردة الصراحة اختراعات جديدة في سيخ جديد انا عملي مكان في رنجة مع الجبنة ويتعجبك جدا او مع فكرة لو مفيش ممكن نحط دبادي اوكي وكامل وشوية بقدونس وشوية ايه ناخد من ده ايه ناخد من ده تعليمته ده انا بحب ادخل المطبخ واعمل اكل بسرعة اوكي واحب قوي يعني اجدد قمش وارا حسي احس ان الاكلة دي لو شلنا ده وحطنا ده ما هتبقى احلى فبدأت من هنا ادخل المطبخ وقرب حاجات جديدة واكلات لا يبطلish لم تفعلها قوي به ط cochخ اسم甜 ا marijuana اوكي بقچنا لأنها ليست محروسة قوي ورحيتها تجنن وهدقي الجبنة مع الرنجة لا تمام مختلف هذا بالنسبة للرنجة وسأجعلها معي هنا ثم الفسيخ سوف نحشي كله مع بعض الفسيخ خامله لا ينفع نيجي بقى ولا جبن ولا بتاعه لا أسمعش على فكرة لا أسمعش أي طيب ليه هدته أيضا سأجيب معلقتين طحينة وعليهم قليل هناك أشخاص تحب الفسيخ عادي هناك أشخاص تحبوا بالطحينة بيبقى جميل سأقوم بالطحينة steep أشخاص تحب بالطحين هذا في الوقت هناك ناس تعمل أبوارة أكثر ليس سنحتاج للجول شوكا والسيكينة والجوانتي سنحتاج لشيات أخرى أعملناها كده حشينة ممكن أطريق أكثر من كده بصي يعني نعم تمام جداً ده طبقة تأديم بقى ده كده ممكن إحنا قطع هنا على شكل ألف أوكي ممكن أخد هنا طحينة أوه علي الله أيوة الفسيخ أوكي وبعدين عليه رشة إيه بقى رشة إيه بحاله اهو 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 ما جيتش جنبه ماشي رشة ممكن بقدونس كده فلفل ألوان مواطم اهو لا ده فلفل أحمر اهو برضو بصي شكلها اهو لطيف برضو موضوع جداً اهو يعني يأكل بقى اهو أكثر اهو ده مثلاً ممكن فلا يأكل أكثر ستبقى قادة بقى نعم لا تهميش حاجة اللي هتكتكتك انت بقى مش هدافة لا يوجد وقت بقى بتقطع بس دي بقى حلوة قليلة لما تكون عاملة عزومة انت عاملة مختلفة حاجة مختلفة في يوم زي شمل السيم وكتير بقى أكل كتير وشوية حاجات كده لطيفة الناس اللي مش عايزة بقى تبهدل نفسها لا أعتقدش أن أنا مثلاً سيبقى عندي ناس حامل كميات هو كبير وصحناً يا دودي بجاز اوه سهلاً بصي يعني ما فيهش حاجة سيبقى تقاطعي لعيش اوه اوه سوئت بالنسبة لها حاجة تفهنا بالنسبة لها قطع عيش كثير كده كثير كده بصي أنا بخط ثلاثة أربعة مع بعض ترك كده صح هو لازم تشيني أكيد أنا بعد الموسم ده هبقى مختلفة بعد موسم كبير من فقرات المطبخ هتغير هتعلم اه وبرده اضع راشد بقدونس كده وفلفل ألوين عشان الشكل اوكي ده زي الفل اه وطبعاً الناس اللي تستعمل دايت فحنا مش ناسينهم مش ناسينهم شوفتوا بعض برنامج صحي ولا لا دايت مش دايت انا برشان نحن نأكل حتى القطفون لان ده أمفي كامل كنت لسه هقولك اه عشان السلوليت برضو وناس اللي بتعاني من النوفة دا ما بيجيبش ها عش الابيض دا بيبهدلنا او عش بلدي او عش بلدي طبعاً دا هو أحلى حاجة في الدنيا وبيضبط كل حاجة بيضبط بقى سكر في الدم وبيضبط الدنيا بصراحة بيتهدم بالراحة اوه اوه ونحط بقى بصل أغضر في دي اوه دا انت كل مرة موهبة بردو لا جماعة موهبة اوه اوه يعني ونجيب واحدة تاني كده نحط بقى احنا عملنا فسيخ بردو من دي عملنا فسيخ واحدة اوه نعملها بردو حاسة ان الفسيخ مينفعش الدارة اوه نفعش تحط في النص كده لازم يبين لازم يبين اوه كيفية حطينا الفسيخ على التوست لا كمان اه اه انا غطي بصل بقى اوه حاطر حاطر بقى اوه وبردو عشان سر مخرج يراوح يناب اوه عشان زيبت الفلفل الأحمر بيناور قوي حلو قوي تسلم ايدك بجد نعمل حاجة تانية اوه ممكن بقى ندي ونلفها كده للناس بقى اللي عايزة نرش عليها لأول راشد فلفل اسود اوه اوه ونمسكها نلفها كده ونحطها هنا اوه اوه الناس بقى اللي عايزة بتحب الاكل يعني هي بقى اللي تدوس اه وتتقدم كمان اه طبق كده نقدمه للناس اه لك حلو وقاوي كدة كفيت كده زي الفل كفاية شكرا جدا انت كده اي بقى يا ربي بس خلاص ومفيش مفيش احلى من كده مفيش اروع من كده ومفيش يوم زي ده انا بصراحة يعني حقف للحلقة من هنا انا عاوز اقول لكم النهاردة احنا مش مجهزين نصيحة النصيحة بتاعتنا هي انتوا تعملوا كل اللي انتوا عاوزينه في حياتكم في اليوم ده يعني تاكلي اللي انتوا عاوزينه بالعيش اللي انتوا عاوزينه باللبس اللي انتوا عاوزينه كلي وتبستي وعيشوا يومك ده هو يوم حقيقي لو احنا عادنا نحاول نعمل حاجات دايت وحاجات مش حينفع فانتوا كلوا واستمتعوا خدوا يوم اجازة هي دي نصيحتي ليكم يعني اكتدوا بقى كده يعني فترة الصيف والاعياد وانتوا مش خايفين من كلام الناس ومش عارفة مين بيبص علينا اشكرت جدا وختاموها مسك مرسي يا دودي انا اللي كنتوا بصوتها بجد النهاردة معيكي في يوم مختلف زينا احنا بنحضر لشام نسيم مرسي نزي دي فورسة الحلوة دي نشوفي فانتوا حلقة حلوة زي دي يا رب اتنا عجبتك يا رب اتنا عجبتك كل سنو انتوا طايبين وعيد سعيد عليكم وعلى كل المصريين دايما بلدنا تبقى بامن وامن ونطلع نعمل حاجات حلوة كتير استنونا الاسبوع الجايحة وحاشوني اي حد عنده دخلوا على صفحة قناة النهار او على الانستجرام الشخص اللي هي دعاء صلاح او على معدودي على الفيسبوك باي 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 باي